السلام عليكم اهلا بيكو في مطبخ موني النهاردة ان شاء الله هقدم ليكو كاسترد بالفراولة هيكون مناسب للكيتو دايت والمرضى السكالي المتابعين لنظام الكيتو مكوناته بسيطة جدا وطريقة تحضيره سهلة يلا بينا نعمله مع بعض هنقول مع بعض دلوقتي المكونات وطريقة التحضير معانا هنا كمية من الفراولة دي حوالي كوب من الفراولة دي فراولة مجمدة ممكن طبعا تستعملوا الفراولة الفريش على حسب المتاح عندكم ومعانا كمان من كريمة الطبخ كوب بالاكواب العيارية دا 240 ميلي وكمان معانا من سكر ستيفيا معلقة كبيرة وكمان معانا سامغ عربي هناخد منه نص معلقة صغيرة والبديل بتاع السامغ العربي هو الجيلاتين وكمان معانا بيضة هناخد منها الصفار وكمان معانا فانيليا هنبدأ دلوقتي ان احنا نجهز الوصفة هناخد دلوقتي الفراولة طبعا انا سبتها لغاية لما فقت خالص بالشكل دا وبعد كده هنبدأ ان احنا نفرمها بالهاند بلندر طبعا لو هنستعمل فراولة فريش او مجمدة نفرمها زي ما هي كده من غير ما نضيف عليها ميا دلوقتي بعد ما فرمنا الفراولة بالشكل دا هنبدأ دلوقتي ان احنا نجهز الوصفة هنجيب حالة او قسرولة وهنحط فيها دلوقتي كريمة الطبخ 240 ميلي او كوب عيالي من كريمة الطبخ وممكن كمان نستعمل بدل كريمة الطبخ حليب القشطة اللي كنت عملته معاكو قبل كده واحطولكم الرابط بتاعه ان شاء الله في صندوق الوصف وبعد ما حطينا الكريمة هنضيف عليها معلقة كبيرة من سكر استيفي وطبعا السكر حسب الرغبة تزوده او تقلله على حسب ما انتوا عايزين وهنقلب كده بمضرب يدوي الكريمة مع السكر وهنضيف عليهم دلوقتي غطى من الفانيليا السيلة وطبعا انا مشغالة نار البوتاجاز هادية جدا ما تخلوش النار عليها علشان الكريمة ما تتحرقش وبعد كده هنضيف عليها الفراولة اللي فرمناها بالهاند بلندر اه انا هنا هكتفي بلون الفراولة ان هو يعطينا القاستر لونه بينك لو عايزين القاستر يكون لونه احمر قوي ممكن دلوقتي ان انتوا تحطوا نقطتين من لون الطعام الاحمر ودلوقتي هنبدأ ان احنا نقلب كده المكونات كلها مع بعض وهنضيف عليهم دلوقتي السمغ العربي نص معلقة صغيرة مليانة من السمغ العربي والبديل للسمغ العربي ان احنا هنحط معلقة من الجيلاتين اه ودلوقتي هنقلب بسرعة كده علشان السمغ العربي يدوب كويس كده مع باقي المكونات واخر حاجة هنحطها معنا هي صفار البيضة انا فصلت الصفار عن البياضة هناخد بس الصفار في الوصفة دي وهنقلب بسرعة كده على نار هادية لغاية لما الصفار يختلط كويس مع باقي المكونات واول ما الكريمة تبدأ ان هي تعمل معانا زي فقاقية كده او تبدأ ان هي تغلي بتكون خلاص القاستر جاهز معانا هي ما بتاخدش وقت ابدا على النار شايفين القوام بتاع القاستر بدأ ان هو ياخد معانا قوام سميك بالشكل ده اول ما تبدأ ان هي تطلع معانا فقاقية كده خلاص بنقفل النار وبتكون جاهزة معانا القاستر وزي ما قلتلكو لو عايزين اللون يكون معاك وقوي ممكن ان انتوا تحطوا نقطتين من لون الطعام الاحمر وكده خلاص القاستر بقى جاهز معانا بيكون القوام بتاعه بالشكل ده بيكون سايل شوية طبعا بعد ما يسقع في التلاجة بياخد معانا قوام تقيل هنجيب دلوقتي الكاسات اللي احنا هنقدم فيها وهنبدأ نحط فيها القاستر بيكون القوام بتاعه زي ما قلتلكو بيكون سايل كده لكن لما هيسقع هيكون معانا القوام متماسك وبعد ما بنحط الكاسات في الكاسات بنسيبه يبرد شوية وبعد كده بندخله التلاجة لغاية لما ياخد معانا قوام متماسك يعني من ساعتين لاربع ساعات على حسب ما ياخد معانا قوام متماسك وده شكله معانا بعد ما طلعتم التلاجة انا سبته حوالي اربع ساعات ودلوقتي هنبدأ ان احنا نزينه انا حطيت عليه كده شوية من الفصدق وكمان شريحة من الفراولة طبعا قدموه زينوه بطريقة اللي انتو عايزينها ويلا بينا بقى نقول باسم الله كلا وندوقه مع بعض شايفين القوام بتاعه جميل جدا ومتماسك وجربوه ان شاء الله يعجبكو قوي ودلوقتي انا هقول ليكم البدائل بتاعة المقونات ممكن ان احنا نحط بدل كريمة الطبخة نحط حليب القشطة وكمان نحط بدل السمغ العربي نحط جيلاتين ولو مش عايزين تحطوا صفار البيضة ممكن ان انتو تضعفوا كمية الجيلاتين يعني تحطوا معلقتين كبار وتستغنوا عن صفار البيضة وكده انا قلتلكوا البديل بتاع المقونات كلها اتمنى يكون الفيديو عجبكو ما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو وترفعوا الفيديو بتعليقاتكم الحلوة علشان يوصل لاكبر عدد من الناس وبالف هانا وعافية